محافظ واسط، إيش أنت تعميم؟ بغية توحيد، شوفي، شوفي الخطاب اللطيف بغية توحيد وتنظيم المخاطبات الرسمية مع المحاكم المختصة بكافة درجاتها وهيئة النزاهة الإجراءة ما يلزم بشأن عدم مفاتحة الجهات المشار إليها آنفاً إلا من قبل قسم القانون في دول يعني الوحدات الإدارية لا تفاتحون هيئة النزاهة، النزاهة، أي واحد يفاتحها تحت الطائلة، ممنوع تخاطب من الموقع لها؟ الموقع لها المحافظ محمد جميل المحافظ واسط، أم أقع عليها شنها السيطرة الاستبدال؟ شنك دخل؟ أنا مواطن موجودة دروح أشتكي قبل بالمباشر حرية الرأي، حرية تبونك سيد المحافظ طبعاً لأي جهة السياسية؟ اليوم، سيد محمد جميل المراحي هو افترها كلها، ما خلى ولا واحد اليوم؟ أي، ولا خلى واحد يعني ما أعتقد أكو سياسي لو كان فوق الجبل هم راح له يعني افتر كل السياسي الموجودين اعتقد راح لدولة القانون راح للمجلس مريديل قال أبو لحد الآن لن يدره هو يعني هو من ضمن المحافظين اللي راح يتغيرون واعتقد الملفات اللي موجودة في محافظة هو أصد كبيرة وكبيرة جداً ها، أكو قضية للسيد رئيس هيئة النزاهة فتح تحقيق في قضية هل أنه مثل كرار العبادي هل أنه محمد المياحي من أهالي المحافظة لو مو من أهالي المحافظة حتى يصير محافظة يعني من السكنة في المحافظة تقصر أها، حققوا وشوفوا وإحنا استعينوا بينه نجيب لكم الأوليات اشتركوا في القناة